فبهذاك اليوم اجا المساعد وطلب انه ينزلوا شيخ 15 شاب يجيبوا وكانت دنيا صيف والممر عنا نحن منوصل ونضيفة منمشي وفات فلما طلب بسرعة ركضنا شيخ 15 واحد ونزلنا الى خارج حرمزة خارج بناء السجن يعني الى قسم الحديقة وقسم الحديقة وانا بتكلملك الساعة 7 صباحا التراب بيكون هيك مخالطة الندى ويعني رطب فخطينا خطوات في الحديقة لابين ما وصلنا للسيارة اللي فيها البراميل تبع الطعام فالكل انتبه او بالاحراج الكل أصابق شعريرة هذا الملمس كان لنا بالسجن تقريبا 12 سنة 12 سنة في تدمر في اسمنت واسفلت وبسيدنايا في بلاط صاخ حجر يعني هذا الملمس الناعم اللي لمسته بواطن أقدامنا من 12 سنة نحن مازقناه ولا تذكرناه أصلاً يا مرحبا فيك أبو سلام أهلا بسهلا يمكن صار وقت نقول الحمد لله على السلامة الله يسر بعد سنوات الاعتقال القاسية وبعد 27 سنة تقريباً كتبت ناجن من المقصلة سجلت ذكرياتك ومذكراتك في السجن تدمر الرهيب نعم هل أزحت الصخرة عن صدرك؟ يعني الحقيقة الكتابة أو تفريغ الزاكرة في كتاب لها دور كبير ممكن أكون بدأت بهذا المشوار الطويل من وقت ما خرجت من السجن يعني في الأسابيع الأولى كنت أتحدث بكسرة عن تفاصيل الحياة السجنية وإلى هذا اليوم الحقيقة يعني يندر أن يمر موقف إلا وتحضرني مقارنة فيما يوازي وجوداً أو حرماناً في عالم السجن وبعتقد أنه هذا كان له تأثير كبير جداً في أن أتخلص من الآثار الكارثية التي تعتري السجين الكتابة والكلام كنوع من التشافي بالضبط أنا حتى أقدمك للمستمع وللمشاهد أنت سجنت في عام 1980 ودخلت إلى سجن تدمر وقضيت فيه ثمانية سنوات ثم خرجت منه إلى سجن صيدنايا وخرجت في 1993 صحيح كان ذلك على خلفية مشاركتك مع أصدقائك في المدرسة وكان عمرك 17 سنة مجلة النذير اللي كانت تنشرها الطليعة المقاتلة في ذلك الوقت نعم من عام 1993 إلى الآن كنت تتحدث لكن ما الذي جعلك تكتب؟ هل كان هناك شرارة معينة أشعلت هذا الحطب من الذكريات؟ الحقيقة يعني هاجس الكتابي فيني أنا أحيله لعشر سنوات على الأقل لكن دائما كنت أتهيب الشروع في الكتابي لإحساسي أنه ستتناول الجروح في النفس بطريقة مختلفة تماما عن الحديث أثناء الحديث في الغالب يعني حسب طبيعتي الشخصية يمكن أتناوله بطريقة ساخرة والمقارنة الحقيقة الحادة بين عالم تدمر وعالم الحياة اللي منعيشه يعني مسيرة للسخري الحقيقة أدما فيها مفارقات إنسانية حادة كوميديا بس كوميديا سوداء سوداء بالضبط لكن هذه السخرية تجعل التناول يعني أريح أما الكتابة الحقيقة فيها أنا واللي جرى معي فعلا أثناء الكتابة أنه أنا كان ينتابني موجات من الحزن والبكاء أحيانا لا أستطيع مقاومتها يعني أنت منفرد مع ذكرياتك أنا منفرد في حجرتي أبكتب التفاصيل الوقائع اللي مرت معنا بالضبط لكن كنت تشعر بأنه هذه النسخة الأخيرة من الذكريات والنسخة الأخيرة من كل المشاعر للأماني صديقي وائل هيك خبرني قال لي بعد ما تكتب جزء من هذه الزكريات لن تعد تتذكرها خلاص كأنه نقلت من مكتبي إلى مكتبي لكن الحقيقة هذا لم يحدث معي حتى الآن أتحدث عن نفس الوقائع اللي ذكرتها في الكتاب واللي عشتها في تدمر بنفس الطريقة القديمة يعني أحيانا يمكن أن أتذكر أثناء السرد أنه هاي ذكرتها في كتابي نعم أحيلها إلى الكتاب هل تذكرت أشياء لم تكن تعرف أنك تتذكرها في أثناء الكتاب يعني هل تدعي تذكريات من أماكن مظلمة في داخل عقلك خليني أحكيك عن النقطتين النقطة الأولى نحن في السجن في صيدنايا كان متاح لنا شوية ورق وأقلام ونكتب والتجربة العملية علمتنا أنه في شيء نحن سميناه في السجن الزاكرة القلمية يعني أنت تشرح في الكتابة مثلا حول موضوع معين وتتوهم أنك ستكتب صفحة أو صفحتين وتفاجأ أن القلم يبدأ يسيل ويستدعي إليه من أغوار الزاكرة وقائع لم تكن تحسب أنك ستتذكرها أصلا وبتقوم أن تكتب 15 صفحة هذا حصل معي مرات مثلا ومع غيري من الأصدقاء فحتما أثناء الشروع بالكتابة هناك جرار من الزوايا المعتمة في الزاكرة تتفتح بشكل لا إرادي الحكايات تستدعي بعضها عن القصص من أيام صديق إلي في كندا بيقول لي أنه أنا قرأت كتابك لكن في حادثين ثلاثة أنا سمعان ما نكذكره في الكتاب في ملايين الحوادث الحقيقة تجري في حياة سنوات السجن من آلاف السجنة لا يمكن تذكرها إلى الآن أن تذكر وقائع مهمة وأدون رؤوس أقلام حتى أذكرها كاستطراد في الكتاب الثاني الذي ستبدو لسجن صدناك قلت لي من عشر سنوات بدأ هاجس الكتاب يطل هذا له علاقة باندلاع الثورة بالأساس صحيح لأن الحقيقة الكتابة داخل سوريا أمر غير ممكن حتى تخيله غير ممكن لأنه هو جريمة تفضي إلى الموت وكل اللي كتبوا الحقيقة في الشأن السجن السوري كتبوا وهم خارج سوريا يعني أولاً مثلاً الشاب الأردني محمد سليم حمادي لم يكتب حتى كان في الأردن أو في أمريكا هذا أيضاً كان في تدمور هذا كان في تدمور هذا أول كتاب سجن تدمور شاهد ومشهود هبا دباغ كتبت وهي خارج سوريا مصطفى خليفة كتب وهو خارج سوريا كل اللي كتبوا لا يمكن في المناخ حكم الأسد أنه إنسان يكتب عن السجن أن يتحدث عن السجن أصلاً هاي مغامرة هلأ شرعت في كتابة صفحات قليلة وتأتي الوقائة والأحداث اليومية بترجع بتحيلك للكسل وبتلبي جانب التخوف لكن اللي حصل أنه صديقي أبو تركي من فترة قليلة يعني قبل بدء الكورونا بأيام أهداني كتاب قوافل الإعدام لكاتب إيراني اسمه برويز قمري الحقيقة هو كاتب علماني ويكتب عن ثلاث سنوات ونصف أمضاها في سجون آيات الله تتخيل وأنت مقبل على الكتاب بأنك ستدخل في زواريب وأنفاق مظلمة مليئة بالدبق والدماء بعد 280 صفحة باستثناء حوادث الإعدام المتكررة التي تقع والتي لا نعدها شيئاً نحن معتخلي تدمر الإعدام لا نعده شيئاً من التعذيب تعده شيئاً من الخلاص من الخلاص تفاجأ أن الكتاب ينتهي ولا يستخدم أكثر من عبارة فصفعني أو فركلني حتى عبارة فنهالة علي صفعاً لا يستخدمها يعني أنا أتخيل بعدما قرأت الكتاب تخيلت كأنه أقرأ عن سجن في فرنسا مثلاً نعم ومش عن سجن في إيران اللي نحن بنعرف مستوى التوحش والإجرام اللي فيها فاستفزني هذا العمل الحقيقة ويعني أنهيت قراءته وبدأت برشق الزاكرة على صفحات الكمبيوتر ولما توقف حتى انتهيت منه في أربع أشهر تقريباً أو أقل نعم لكن أنت مؤخراً ما أعرف مع الكتابة وربما قبلها يتزايد اهتمامك بالسجن بعالم السجن بأدبه بمذكراته بعلومه إن كان له علوم بكل طريق وخلينا ناخد من هاي المقارنة مدخل للتفكير بموقع السجن كمنظومة عقاب جوات هذا النظام الأسدي المجرم يعني أنت إلى شك تطلعت على تجارب مختلفة من أمريكا اللاتينية للسوفيت للنعزين نعم وين بتموقع السجن في سوريا الأسد المعتقل يعني إذا أردنا أن نتحدث عن مكة فنقول مكة هي الكعبة والحرم نعم وأشياء أخرى حولها فالسجن يشكل الحرم في أدوات النظام السوري للحكم صنع منه حافظ الأسد عبر تاريخ طويل وتاريخ مسرف في إجرامه ومتقن في تسريب معلوماته لتدخل الزاكرة السورية عامة بتسلل هادئ ورصين جعل منه إله من الرعب يجسم على صدور السوريين السوريين وغير السوريين أيضا يعني يعني الشعب اللبناني مليء بالرعب من النظام السوري على سبيل المثال لكن لا يوجد بيت سوري يخلو من الخوف والرعب الساكن في النفوس وكل شخص فينا عنده عشرات الشواهد القريبة من الجوار والأصدقاء والأقرباء بيقول انتبهوا فلان قرأ جريدة ودخل خمسة عشر سنة على السجن فلان حكى كلمة راح فيها أعدام فلان كده فصنع منظومة من الرعب وبها حكم حافظ الأسد بقدر أسألك سؤال أتاني الآن من لا مكان لحظة تفجير السجن على ايد تنظيم دول الإسلامية داعش 2015 شو مثلت بالنسبة لك كيف تستقبلتها؟ يعني في الجانب أول شيء الخبري للموضوع أنا أشك أنه يعني كل المؤشرات تؤكد أنه ليس السجن الذي كنا فيه هو الذي فجر الذي فجر هو السجن الهجاني بيسموه السجن اللي نقلوا إليه السجناء القضائيين العسكريين ويعني سبق أنه أنا تكلمت وهناك من كتب في هذا الموضوع طويلا المعظم المؤشرات تؤكد أنه ليس نفس السجن وهذا يحيلنا إلى أشكالية عميقة وكبيرة عن مدى تنسيق الأمن بين النظام بين القيوة داعش لكن بالمعنى بالمعنى أصابني انكسار الحقيقة كان أقصى أحلامنا إحنا معتقلية تدمر وهذا شائع بيننا عندما نتبذل الأحاديث أن يبقى هذا السجن شاهد ونزوره وأطفالنا وأحفادنا فيهم الأيام كما يعني لنجعل منه تاريخ الإجرام نموذج متحف لتاريخ الإجرام الأسادي لأنه هذا له علاقة متينة في تشكيل الثقافة المقاومة في المستقبل عند الناس أن هذا النموذج يجب أن لا يتكرر فيجب أن يكون له تجسيد فيزيائي لا تكفي الأفكار المرشوقة بالكتب مشكلة الناس بتقرأ مشكلة الناس بتحفظ لكن وجود مثلا سجن الباستيل وجود معسكرات الاعتقال النازية منصوبة النصب المحرق مثلا هذا يبعث برسائل صوتية وبصرية بشكل دائم للناس كنا نحلم أن يكون تدمر كذلك لذلك تفجير السجن تدمر خلق خيبة هائلة تفزيج جير السجن لا يعني أن الأسد سيعجز عن بناء سجون أخرى ويعذب الناس فيها ويعذب الناس الآن في المشافي والمدارس ولهذا السبب أنت تكتب حتى تقول الأجيال القادمة لا يمكن أن يستمر هذا ولا يمكن أن نغذل هذا يعني كل من يعمل في أدب السجون والمعتقلات وحقوق الإنسان والمنظومات الأمنية هذه الرسالة الأولى والأساسية يعني لنسمع يجب أن لا يتكرر هذا مرة أخرى لكن ألا تعتقد وما بعرف يعني أسأل هذا السؤال وأنا عايشت الأسابيع الماضية أقلب في عملك ومقابلاتك وأشياء متفرقة وأجد ما يتسرب في داخلي من يعني يعرف الإنسان وحشية هذا النظام لكنه الآن يعيش هذه التفاصيل ويتشربها ويجدد العهد بها وبشمها وبذوقها كمية جرعة أوبردوز يعني من الألم يعني القارئ والمشاهد للمجزرة السورية للهول الأسدي سواء يعني فيما شاهدناه في شوارع الثورة أو في أقبية السجون فيه فائض ألم ماذا يفعل بفائض الألم هذا يعني أنت أحيانا لما تروي هذه القصة لآخرين ويشعر بشيء من معاناتك هل تعتقد أنه أنه علينا أن نجعل هذا الألم عميقا بما يكفي حتى لا تتجدد المأساة ولا في طريقة لتصريف هذا الألم في مسارات أخرى يعني الحقيقة دول شطرين مختلفين في طريقة لتصريف الألم بكل تأكيد طريقة لتصريف الألم وأبسطة هي يعني العمل على تقنيات النسيان والإلهاء ولكن هذا مقصد يعني غير مربح يعني في هذا الميدان نقل الألم وتعميقه أنا أتمنى لو أستطيع أن أزيق هذا الألم بالمعنى لأطفال الصغار الآن ويعيشوا معه ولا ينسوه أبدا كل ياتنا لازم ننتبه لهذه المعاناة هاي المعاناة اللي بيسمعها أو بيعيشها المتلقي لمدة نصف ساعة أو ساعة أو حتى ليلة أو ليلتين تبني في تكوينه نفور حاد تجاه أي نمط من أنماط التوحش الإنساني أو الظلم فهذا يعني مثل ما بيساوي اللي بتدرب كمال أجسام هو عمليا بيمزق بعض ألياف عضلاته لتنمو بشكل أكبر ويصبح بطل تماما البناء النفسي البناء الفكري بناء الإنسان الذي يواجه هذا العالم الظالم يعني يقتضي جملة من الألام التدريب فيجب أن لا نجد غضاضة في ذلك لكن هذه الألام ترفع السوية الإنسانية والإنسانية الأخلاقية إننا ندخل إلى عالمك النفسي يعني لن نكون كاميرا خارجية تراقب من الذي يحدث في السجن لا بدنا نشوفه من خلال التفاصيل الدقيقة التي عايشتها فأنا بدي تحكيلي عن الحواس لأنه أنا بقرأ مذكراتك لفتني إنه هذه الحواس بيصير فيها نوع من الانزياح وبتتغير أدواتها وفي حواس بتستيقظ وفي حواس نعم في حواس بتنام شو أكتر حاسة لفتتك في السجن انت بتدخل وانت مغمش العينين لكن مباشرة بتستقبلك الروائح صحيح في الدخول الأول للمعتقل واللي غالبا بيكون لأقبيت الأمن فروع الأمن أقبية مظلمة مصمطة الأصوات ما تخرج منها لخارج البناء وبالتالي التكسف الصوتي للداخل بيكون عال حاد جدا جدا وغريب غير مألوف يعني أنت في الحياة العادية يمكن أنت بضيق أربعين سنة ما تسمع صوت إمرأة تصرخ بفعل الصعق الكهربائي ممكن تعيش سبعين سنة ما تسمع هذا فأنت لما بتسمعه في البدايات بتسمع شيء منكر مبهم غير مفسر ما أنا قادر تستوعب هلأ بعد أيام بالأسئلة والأجوبة بينك ومن رفقائك سجناء بالمعاناة بصير بتفهم فيها فالحاسة البصرية بتزوي إلى الحدود الدنيا يعني ممكن نحن مثلا بالشهر الأول في أمن الفرع الأمن بنشوف الموجودات مثل ما بتشوف الأشباح في العتمة ما في ضوء يعني في ضوء ضعيف جدا في آخر الممر بينشر شوية شعاعات لكن داخل الزنزانة ما في ضوء أبدا أبدا لكن شوية شوية بتبدأ بتألفه فالحاسة اللي بتستيقظ وبتستنفر بشكل حادي السمع وبعد أيام أو أسابيع قليلة بيبدأ السمع بينقل صورة بصرية يعني أنت بتسمع الصرخة فبتعرف أنه الآن هذا مشبوح على الكرسي الألماني عم بتناول جلد بالكابلات أو بالكرباج صوت الكرباج بختلف مثلا صوت الصرخة اللي بتلقى من يسعق بالكهرباء تختلف كليا عن صوت الصرخة تتميز نوع التعذيب من صوت الصرخات بشكل واضح ما بده جهد أبدا أبدا الكل بيميز يعني يعني الصرخة اللي بتلقى اللي عبنساق كهربائيا صرخة غير وعية ولا إرادية بتنطلق بأليات دماغية محضة ومن أعمق جوف الإنسان أما الصرخة اللي بيطلقى اللي عبت بتلقى ضربة كرباج أو عصى أو كبل بتخرج من الصدر مباشرة وبتحمل تأوهات وبتحمل حجم المعاناة كل هذا الصوت الجرس مثلاً المتكرر نعرف أنه هذا يعني فيه جرس غرفة التحقيق وفيه جرس مثلاً لمدير السجن بطلب عناصر مشان يحكي معهون بنميز الجرس بصير بارتبط بألام القدمين يعني هو بيقرعوا الجرس الكل بيمسك أقدامه من الألم يا الله ايه لأنه هو ارتباط شرطي صار ارتباط شرطي تماماً وبشكل كتير بسيط وواضح لأنه مثلاً أنا خضعت لهذه العملية عشر مرات عشر مرات قرع الجرس أخدوني للتعذيب جلدوني على رجلي مثلاً كلنا هيك من مرة فبيصير مثل هذا التلازم الشرطي بين الأصوات وبين منعكاساتها الألمية بالضبط فيه لسه ارتباطات شرطية شغالة في أصوات أحياناً استداء عندك يعني يحصل بندرة شديدة لكن يحصل لكن الذي يحصل أكثر هو في الرؤى في المنامات في المنامات في المنامات يحصل يعني أنا سألت ما يقارب السبعين أو ثمانين صديق لي عشنا نفس التجربة وأعمرنا إلى حد ما متقاربة نحن متبينين بشكل كبير يعني مثلاً أنا بمر فيني كابوس الاعتقال أو التعذيب يعني بين ثلاثة أو أربع مرات في السنة في الى أصدقاء بمر فيهم تقريباً كل أسبوعين وهكذا يعني تتفاوت الناس قدر اهتمامه بمتابعة الأمر أو منسيانه قدر خوفه الشديد من أنه يتكرر هذا الموضوع في الناس عنده وهم أنه قابل للموضوع يتكرر بكل بساطة لكن لما كنتوا في السجن شو نمعية الأحلام اللي بيحلم فيها السجين؟ يعني كل اللي بيحكوا بالأعلام بيعرفوا بالأحلام بيعرفوا أنه الزمآن بيشوف نهر في منامه ففي الدرجة الأولى الحقيقة كنا منشوف يعني الأبواب تفتح كنا منشوف بكسرة لقاءنا بالأشخاص الأقرب في العائلة مثلاً يعني مثلاً فينا أقول أنا شفت والدتي مثلاً في سجن تدمر يمكن ميت مرة مثلاً بينما شفت أخيك إلي مثلاً مرة واحدة فدرجة القرب إلى دور منشوف العوالم اللي نحن منعيشها ونفكر فيها ذهنياً يعني مثلاً بتدمر كوننا نحن واقفين على ساحل الموت بشكل يومي على مدار الساعات فعوالم الآخرة والجنة والحساب هاي كمان ترد في الأحلام لأنه نحن دائماً هذا أحد المعاني الطاغية في حياتنا كان نعم يعني الأحلام العلاقة بالمعاني الإيمانية خليني أقول نعم هلأ في جانب الحقيقة لا أملك إلا السرد ما أملك يعني تفسير له حكيناً أنه هناك أحلام لدى قائمة محددة من الأشخاص مثلاً إياد السعودي رحمه الله رحمه الله أحد أصدقائنا الدمشقيين كان معنا يعني الشاب موليد 61 62 هذا الشاب إذا حكى منام فسيقع كأنه خبر رسمي لدرجة أقول مثلاً خلال خمس سنوات في تدمر لم يحصل لمرة واحدة أن أتى الطعام على طون سمك سمك تونة في يوم الأيام استيقظ إياد وقال اليوم لنتعشى سمك تونة لم يبقى أحد في المهجع إلا سخر وضحك من هذا الكلام من لا مكان شافوا بالمنام المساء إجا لحم سمك تونة وهي المرة الوحيدة اللي إجا فيها سمك تونة عاد سجن تدمر خلال 8 سنوات لم يحدث إلا بهذا اليوم مثلاً فيه أشخاص بيقولوا اليوم على التعذيب بده يجي الرقيب فواز معه 2 شرطة فقط هذا 2 شرطة رحمة الرحمة معناتها يعني بالعادة بيجو 20 ففيه اليوم بيجو 2 شرطة فقط مع الرقيب وهكذا هذا كان يحصل يعني كان نحن لذلك عنا حصة رؤى صباحية كل صباح في نصف ساعة اللي عندهم رؤى بتبشر الناس أو بتريحة يوموا بيحكوها فيه أشخاص معروفين ازحكوا وكنا نلقبهم نقول عنهم هذا مرايته نظيفة أو شاشته نظيفة أيوة لكن يعني معروف أنه عالم الرؤى والأحلام بالنسبة للسجين عموماً عالم ناشت نفس الشيء عالم الخيال يعني واضح أنه هي الحواس جزء منها بتعطل وبصير فقير بس جن ما في مدى تنظر له ما في نافذة وبس هيك والمشهد هو هو يعني هال 200 شخص اللي أنت معون في المهجع نفس المشهد بتشوفه على مدى من سنوات ما بطير ساحة التعزيم فالمشاهد محدودة كتير فطبعاً ملكة الخيال بتصير عالية وحدة وأبسط الأشياء يعني أبسط الأشياء الحلم مثلاً بكأس شاي ساخن هذا بيصير يعني يعني حلم حقيقي أعرفتشلون مع أنه الآن بالحياة العادية تقول له الواحد بكأس شاي هذا أقل من أنه يشار إلى له نعم الحواس كيف رجعت استقبلة الحياة ما عليش تحكي لي قصة المشي اللي مرة جديدة على أرض عشبية أو طريقة يعني أنت تستعجل علي فقرات من الكتاب الثاني الحقيقة لكن في سنة الـ 91 تم إخلاء سبيل بحدود 2850 2852 معتقل فجزء كبير من السجن صار فارغ وبما فيهم عناصر الخدمة اللي إحنا بنسميهم بلديات اللي بيجيبوا الطعام من خارج البناء للداخل اللي بيجيبوا سيارات عسكرية فبهذاك اليوم إجا المساعد وطلب إنه ينزلوا شيخ 15 شاب يجيبوا وكان الدنيا صيف والممر عننا نحن منوصل ونضيف فمنمشي حفات فلما طلب بسرعة ركضنا شيخ 15 واحد ونزلنا إلى خارج حرمزة خارج بناء السجن يعني إلى قسم الحديقة وقسم الحديقة وأنا بتكلم لك ساعة 7 صباحا التراب بيكون هيك مخالطة الندى ويعني رطب فخطينا خطوات في الحديقة لابين ما وصلنا للسيارة اللي فيها البراميل تبع الطعام فالكل انتبه أو بالأحرق الكل أصابق شعريرة يعني هذا الملمس كان إنا بالسجن تقريبا 12 سنة 12 سنة في تدمر في اسمنت وإسفلت وبسيدنايا في بلاط صغ حجري يعني هذا الملمس الناعم اللي لمسته بواطن أقدامنا من 12 سنة نحن ما زغناه ولا تذكرناه أصلاً فاللي حصل إنه حملنا الطعام ورجعنا بس كلنا متمثلين لحالة غير يعني غير قادرين نشرحها أصلاً يعني ودخلنا الجناح وعيوننا تدمع فأصدقائنا بعد ما دخلنا ركضوا بخوف يعني إنه ليش عبتبكوا أنتو فقلنا لهم إن الله يدسنا على الأرض فصاح أحد الزرافاء اللي شكنتوا بالقبر مثلاً دسنا على تراب الأرض والحقيقة إنه هذا المشهد تكرر كثيراً بعد الخروج يعني يعني أول مرة مثلاً تفطر مع العائلة الشاي ساخين الطعام البيت طازج كذا بعد حرمان سنوات طويلة أي مسألة من مسائل الحياة يعني الوصول إلى نهر وأن تبلل قدميك بالماء الوصول إلى البحر كل هاي المسائل إلى اليوم أنا لما بركب بحافلة مثلاً وبتمشي فيني برات أي مدينة مئة أو مئتين كيلو متر عالم من المتعة الخالصة بالنسبة لي إنه أنا أنظر إلى أفق مفتوح بعد سنوات طويلة بصري لا يتعدى يعني شعاء وخمسين متر اذكرت من كلماتك كلمات الشاعر منذ عدوان ما كان يوصف يعني هاي الأحيوانة الإنسان يجبنا نقول على أحد عنوين كتبه عن السجن ما كان يقول حين أرى ما كان اليومية يصير الحلمة يعني الأشياء اليومية اللي كانت بالنسبة لي يفترضتكم بدهية بتصير نوع من الحلم وما كان كلاماً مألوفاً يصبح جرأة منتحر هذا ما قالت إليه الأحوال صحيح هذا الحقيقة يعني إذا أنا بذكر السير على التراب الزراعي بذكر إلى جانبه يوم تزوقنا الملح يعني فيه أحوى من الملح على الإنسان احنا اكتشفنا ولما كنا نتذكر يعني نلاحظ ذلك لأنه في حمئة التعذيب المستمر الإقاع اليومي الصاخب والعنيف ما في دقائق تلتقط أنفاسك وتنتبه أنت إيش محروم وإيش مسموح يعني الغائبات من حياتك لأنه الدنيا كلها غائبة لكن فيهم لأيام صديقنا كينان جوتوا زيارة بوساطات إماراتية يومها يعني علاقته مع شركة إماراتية كبيرة كذا قدر يزوه يحصل على 30 دقيقة يشوف ابنه فيها هو الرجل من حمص فلما أتى من الزيارة ومعه الأشياء اللي جابها والده كان في بيناتها عدة أشياء جديدة يعني علينا لكن الأخطر واللي صرخ فيها صديقنا وائل إنه انتبهوا في كيس ملح واحد كيلو جرام من الملح معنا بالزيارة فالكل اللي انتبه ملح كات سنوات نحن من الأمناة تزوّق زيارة ملح فيعني بدأت همهمات الناس مع بعضها تحكي إنه نحن ما نامنتبهين إنه نحن مهمنا كل ملح على مدنة اعتدنا على الطعام المسلوق ففورا صدر الأمر إنه كونه مجموعات من 6 أشخاص ليسهل التوزيع لأني ما فيه إنه يوزعوا 194 شخص حصة متساوية من الملح لكل واحد فوزعوا لكل 6 وكل 6 كان عندهم كوب بلاستيك عبينها نصف ماء يعني تقريبا شي 300 مليمتر ماء ووضع ملعق الطعام ملح داخله ولما أتم التوزيع طبعا بقى عندهم يمكن مثلا 30 جرام أو 20 جرام تركوا للشؤون الطبية عشان يستعملوا كماء مالي لك تعقيم الجروح وآض وعطى الإذن ببدأ الأكل فكل واحد كان جاي بقطعة الخبز نغمس بماء الملح وناكل وكأنه نحن معزومين على عجل مشوي يعني مثلا وإلى ذلك فأبسط وأهون الأمور في الدنيا عند الحرمان يصبح لها قيمي عالي جدا جدا طب هاي التفاصيل رغم مثل ما بقول أحيانا منسية في عالم السجن لكن طبعا هي التفاصيل اللي تبدو هينة هذا الغائب الأشياء اليومية الغائبة لكن الشيء الحاضر على طول الوقت هو الألم هو التعذيب لا يوجد شيء يوازي التعذيب أبدا يعني كنا نقول أحيانا متندرين أنه لو يلحموا الأبواب علينا بحيث لا تفتح أبدا عشر سنوات بس يمررون الطعام من النافذين نحن راضين ومنتنين إلهم بس ما يفتحوا الباب على التعذيب لا شيء يوازي التعذيب في السجن أنا بقول أنه الإنسان الحديث اليوم نحن محصنين تقريبا من الألم يعني ما عدنا نختبر ما عدنا نختبر أوجاع جسدية وعندنا طبعا صيدلية كاملة من المسكنات يمكن الواحد بيختبر تجربة بسيطة أنه بيكون ماشي والطرف أصبعه بضرب بالباب وبيعود هاي الدقيقة وهو يعني يعصر نفسه أنه يلا بس هالآن سيمر هذا الألم هاي تجربة بسيطة بس بتورجيه شو يعني ألم محط بالضبط شو كان يصير يعني بحفلات التعذيب مثل ما بيسموها شو بيفكر يعني اللي واقع تحت طرب الكرابيج والصياط أو بالدولاب أو أو شو يعني الألم من الداخل تقدر توصفه ولا هو شيء لا يوصف في الكلمات الحقيقة لا يوصف يعني أنا عييت وأنا أحاول أنا أبحث عن مفردات تقيس حالة الجرعة الألمية وكيف هي تحمل الإنسان الحقيقة يعني الألم هو جملة غير هي تزاق فقط لا تشرح وكل إنسان يعني له تجربة مع مستويات متبايدة من الألم لكن هو بيجمل الإطار العام وعدم القدرة على التحمل إضافة أنه أثناء تلقي الصدمة الألمية أو التعزيب الدماغ بيكون يعني مختصر مختصر ومحتجز في نقطة واحدة يتعلق في نقطة النهاية فقط متى سينتهي؟ متى سيتوقف هذا التعزيب؟ يمكن أن توقف بعشر ثواني وممكن بساعة والفارق بين الثاني والثاني هو زمن يقاس وهو زمن بطيء جدا جدا في حالة التعزيب زمن هذا الانتصار وهذا ما بيخف مع الأيام؟ أبدا ما بيخف يعني كان في قصة بتعرف مشهورة من تراث طبعا أحمد بن حنبل لما وضع بالسجن وقال أخشى من الفتنة الصوت فسمعوا واحد من الشطارين أو العيارين بالسجن وقال له يا إمام إنما هما سوطان ثم لا تدري أين يقعوا الباقي صحيح هذا القلاب؟ يعني هذا إذا كان يتكلم عن مسألة الغياب عن الوعي هذا بيحصل يعني إذا أنت تلقيت عدة ضربات قوية على الرأس أو الرقبية يمكن أن تغيب عن الوعي وتتلقى بعدها مئة صوت لا تشعر بهم لكن هذا قل ما يحدث ولو حدث عندما يحدث كان فورا ينقذونه منه بجردل من الماء بصحهم شاء لأنه هن بدهم يعاني الألم بدهم يصرخ وإذا ما صرخ يعني هاي أزمة للجلد مرات حديتوهم مهم هذا المشهد تماما نوع من انتصار الإرادة نعم لا أنسى هذا اليوم حقيقة رحمه الله صديقنا بكري فتنحاس شاب حلبي كان عمره 18 سنة بيكبرنا بسنة يعني كان كان أكبر واحد في المسجع كنت في مهجع الأحداث في مهجع الأحداث كلكم تحت الـ 18 بالضبط فهو يبدو باللحظة تكصفها خطرت له فكرة أنه نحن يعني نعزب أن أخفضنا روسنا وأن رفعناه فخلاص تعذيب واقع واقع فخلينا نرفع روسنا أثناء الجري في الساحة وخلينا ما نصرخ لأنه هو يبدو وصلته الفكرة قبلنا أنه عدم الصراخ كأنك تبعث برسالة إلى الجلاد أنك غير مجدي أن سعيك لا يصل إلى مكانه ففعلنا ودائما القرارات الجامعية الحقيقة الجماعية بتاخد شحن عالي يعني وبتحضل الإنسان طاقة يعني لما بكونوا مجموعة كبيرة أخذوا على نفسنا هذا العهد بصير فيه طاقة المجموعة بترفع من عزم الشخص ومعنوياته والحقيقة نحن أمضينا أكتر من 15 يوم نجلدون كما يجلدون نجلدون بالصمت يعني دخل فيهم لأيام ضارة أمن السجن وقال أنتم مين محسوين حالكم نحن هون ألوي منزلن تحت كنادرنا أنتم مين يا أهل بلعيص الأولاد الصغار فشعر أنه نحن عم نتحداهن وصلوا بالأخير لقرار صار يطالان على الساحة للتعزيم ويقولنهم لنا على صهر بتموا بتجلدون لبينما يصرخوا إذا صرخوا تركوهم وبالتالي كأنه عم يستجدين أنه صرخوا بسرعة وخلاصهم من التعزيم وكنا نصبر ولا أنا نصرخ يعني هذا كان يشكل أزمة كبيرة نوع من الانتصار المعناوي بالضبط أنا أظن هذا الجانب لفتني في كتابتك لأنه يعني أحيانا ما يصلت الضوء على تجربة الاعتقال فقط من جهة كون المعتقل ضحية وهو يعني لا شك أنه نعم أنه هذا وجه صحيح وأكيد لكن أيضا ويمكن هذا الوجه الذي حافظ على السلام النفسية لكم بطريقة أو بأخرى أنه لا هناك مشاهد من الإصرار على الحياة من المقاومة من من هذا الانتصار المعنوي يعني لفتتنا قصة الفدائيين أشخاص بروحوا مشان ينوبوا عن آخرين في التعذيب يتحملوا التعذيب نيابي عنهم هذا الشكل من الإثار من أين يولد في مثل هذا الجحيم خليني أحكي عن نقطتين يعني هن المتقاربات حتى لا أظلم أحد يعني السجن كان فيه التيار الإسلامي وهو الطاغي اللي بيمثل ما يقارب 98% وكان فيه تيار آخر من اليساريين أو حزب البعث اليميني الاثنين عندهم مصادر قيم يستمدوا منه السبات والإنسان بلجأ إلى للمقاومة حتى ما ينهار نعم خليني أحكي عن التيار الإسلامي التيار الإسلامي كنا نرى أنه نحن امتداد لجيل الصحابة نعم في مواجهة بطش الكفار يعني كان نظام الأسد بالنسبة لنا يمثل شكل من الأشكال كفار قريش وكنا نرى أنه نحن ندفع ضريبة الإسلام في هذا البلد فكان التحمل اللي هو جسر من الجسور العبور إلى الشهادة هذا اللي بيخلي الفداء يروح يتلقى تعذيب قد يفضي إلى الموت بكل بساطة لأنه إحساسي أنه هو منتقل غير فكرة أنه هو كمان فيه خلاص من التعذيب المستمر بالموت يعني لكن في حلم الشهادة هذا حلم كنا نعيشه مثل اللي يبلبس بالصيف والضارة الشمسية طول الوقت بيشوف الدنيا عاتمي طول الوقت إحنا نعيش مع المعاني القرآنية القرآن هو كان خبزنا اليومي يعني أقل واحد كان فينا بيمضي مع القرآن بين الأربعة والخمس ساعات بين الدرس وبين المراجعة هاي الحالة الإيمانية العالية وأنت أمام الموت يعني حتى الإنسان العادي الغير متدين لما بتقوله أنت بعد ساعات بدك تموت أو احتمال تموت بيلاقي نفسه فوراً بيلجأ إلى الدعاء إلى الصلاة إلى المناجات هذا شأن الإنسان الطبيعي فما بالك إذا كان الزخم الإسلامي حاضر بأصل التكوين في هذا المعتقل هاي المعاني يعني نحن عندما كنا نجلد مثلاً كنا نتذكر أننا نحن الآن مثل بلال ابن رباح في صحراء مكة مثلاً في بطحاء مكة فهاي المعاني هي يعني باعتقادي هي علة جوهرية من علة للبقاء في الوضع السوي أي وكنا نشعر أنه نحن الناس متفوقين على هدول الرعاعة اللي بيقوموا بالتعذيب الوحوش هي الكائنات الغير سوية هذا الإحساس بالتفوق أيضاً كمان بمنح قيمي معززة للصمود والبقاء وفي وجه هذا الهول معادلة الإيمان كيف كانت تتحرك يعني كان أنت لا شك على حافة الموت بتكون أشد حالاتك الإيمانية شفافيةً صحيح واستعداداً وسبق واجهت أنت هذا المشهد نعم لكن ثمان سنوات ما كان يدهمك نوع من يعني للأمانة حصل هذا مع معظمنا باعتقادي أو مع قصد كبير بس في مرحلة صيدنايا ومشوي مرحلة تدمر غريب آه في مرحلة تدمر صيدنايا اللي كان أقل هولاً من تدمر لا يقاس أبداً أبداً الدماغ لا يملك القدرة على ممارسة الشك عملية النقد أو الشك بتحتاج إلى مستوى محدد من الشجاعة أو الإقدام عليها لأنه هي مغامرة بالأخير هاي حالة التعذيب المستمر والموت الوشيك دائماً ما بسمح للدماغ أنه يرتكب فكرة التشكيك لأنه بأي لحظة أنت ممكن تشك وتموت على أسرة بتموت وأنت يعني بعيد عن الزمان فهي المغامرة اللي يمتلك العقل الحقيقة جزء من الضعف الإنساني بيخلي الإنسان ثابت ومتمسك بالإيمان خاصة أنه فيه شحن عام يعني أنت حولك فيه 200 شخص نفس الإيقاع الصلاة والقرآن والذكر والأحاديث وكل هالعالم هذا بيواصل عملية الشحن طيب نرجع للمقارنة بين التجارب الإسلاميين وبين تجارب غيرهم لأنه التجارب الأخرى هي اللي كتب عنها الكثير صحيح يعني معظم من كتب من صفوف اليسارين نعم نعم الآن بالطرف الآخر ما في هذا الهول صحيح ما في هذا الهول لأنه حجم التعذيب أقل بكثير أنا بحكي ما في حجم تعذيب أصلا يعني باستثناء فترة التحقيق اللي الحقيقة الناس كلها بتتعذب بشكل متقارب لكن بعدها ما في تعذيب إلا ما ندر لكن في عناء السجن يعني لنفترض أنه هن في مهجعهم في تدمر كان فندق خمس نجوم هو ليس كذلك طبعا بيكفي أنه هن من الصباح إلى المساء أو أحيانا من الصباح إلى الصباح بيسمعوا أصوات تعذيب هذا بحد ذاته متلف للأصحاب يعني غير أنه هو السجن بحد ذاته تعذيب مفرط يعني منع عن الحياة منع عن العلاقات عن الفعالية هذون الناس بيقرؤوا وعندهم قيام وعندهم أفكار وعندهم حتى في تدمر كان متاهلهم القراءة متاهلهم السيارات والكتب مثل عادة طبعا فبيعيشوا كمان مع معنظومات قيامية حتى المتراخي فيها أنا باعتقادي بيحاول يتمسك فيها لأنه هي أحد عوامل الصمود والمقاومة حتى ما ينهار يعني وبرجع بقلك إنه لو كان الإنسان فيه زنزانة منفردة كان هذا الموضوع بيختل بشكل كبير جدا جدا قضيت شوية وقت قضيت أيام قليلة لكن يعني عالم الزنزانة عالم مدمر يعني بعضهم مثلا وصل في مرحلة ما بعد سنوات إنه هو ينسي اسمه لأنه ما في أي كائن بينادي باسمه بينادي برقم الزنزانة خمسة يفتح خمسة يسكر مثلا بفقد ذاكرته وبيبدأ بعالم الهلوسة والتهيئات كارثة عالم المفرد يعني الناس اللي أمضوا سنوات الحقيقة وخرجوا أسوياء كانوا يبزلوا طاقات هائلة في عد الحصى وصف العدس يعني حتى يحافظوا على سويتهم العقلية قلت في شيئين حافظوا على إذا ابنا نقول سلامتك النفسية وانت يوم ما طلعت من تدمر وقفت قلت أنا محمد بررق اسم أبي خالد اسم أمي مديحة اليوم الأثنين تالي تأكد من إنك ما زلت ما زلت نفس الإنسان يعني بطريقة لكن قلت في شيئين حافظوا عليك الإيمان والسخرية وانا أحمد لك إنه يعني وإن كنت أنت تكتب كتابة أقرب إلى الكتابة التوثيقية لكن هذا يبدو جزء من شخصيتك إنك يعني تخلطها بمسحة من السخرية التي تجعلنا يعني شوي تكسر الهول تبع الواقعية يعني نعم أعجبني الحقيقة في يوم الأيام إنه أحدهم قال أن السخرية هي الملح الذي يجعلنا نستسيغ طعم هذا العالم الرديد فالحقيقة أنا أؤمن بهذه الفكرة إنه السخرية هي أداة من أدوات تعزيز البقاء ويعني زيادة القدر على احتماله نعم والحقيقة نحن كسوريين بكل أطيافنا بدون استثناءها نعيش في أجواء من الضغط المرعب يعني ما بيرحم أحد يعني لا بيرحم علوي ولا سني ولا مسيحي ولا درزي الكل يعني يقع تحت رحل خوف الكل يمكن أن ينهار عالمه كاملا في رنة هاتف واحدة تخيل هذا المجتمع خمسين سنة من الرعب المكسف وعشرات القصص يعني هذا المطلع أن نعيشه الآن من وباء الكورونا إنه أي إنسان ممكن يعتص عطس بالشارع يعني عشرين وأي إنسان ممكن يكون بالشارع ممكن يرجع بيته يكون مصاب ما في حد على رأسه ما ظلي الشعب السوري عاش حياته كله بهذا النلط فصحيح مستوى الهول والخوف والفزع متباين لكن في الحدود الدنيا المجتمع في آليه من آلياته يعمل كما تعمل الأواني المستطرقة ولكن ببطء شديد بهدوء بدون صخب فهذا الرعب اللي عايشينه كل الناس في سوريا يعني حالة متميزة الحقيقة لذلك يعني السخرية باعتقادي أحد الأدوات اللي تنشط بهذا العالم في عامل ثالث غير الإيمان والسخرية كونه عمرك سبط عشر سنة يعني بالتصنيف القانوني تعتبر طفل هذا كان ساهم بطريقة ما في جعلك أكتر قدرة على التكيف أكتر مرونة أكتر شو يعني طفل في تدمر شو المقارنة بين هذا العمر وبين لو إنك دخلت في الثلاثين مثلا يعني في شطر المعاناة داخل السجن خاصة وسمحني أبو السلام أنه اليوم نحنا في جيل ما زال ربما بعضه في السجون يعني من أيام الثورة وكذا يعني هاي تجربة عم تصير تجربة مجتمع يعني صحيح صحيح الحقيقة أنه في سجن تدمر أصحاب العمر الصغير نالوا الحظ الأوفر من التعذيب سواء كانوا مختلطين بمهاجع أما معزولين يعني لما كنا بالمهاجع مثلا مع الكبار كان ينادع على ثلاث وظاوز مثلا بمهاجعنا الوظاوز يعني هن التعبير عن دون السن القانوني الزغار فهدول بياخدوا أول شي تعذيب لحالهم بعدين التعذيب ماشي على الكل لكن بيستثنون هدول بياخدونهم بشكل منفرد بعدين بيصيحوا مثلا أطول واحد أقصر واحد لأصلع صاحب الشعر الأبرص كل شيء له خاص فالصغار السن بتعذبوا لحالهم وبعدين برجعوا بتعذبوا مع المجموعة مرة أخرى لما عزلونا في مهاجع الأحداث صار مهاجع الأحداث متميز في التعذيب عن كل المهاجع هلأ جزء منه لأنه نحن كنا نبدي مقاومات كنا نبدي تصرفات مثلا ما فيها حسابات يعني مستوى من الطيش أو من مراهقة بيخليك تفعل أشياء كتير قريبة إلى معنى الشجاعة أو شكلها بينما كبار السن عندهم معايير وعندهم حسابات وكذا وهذا بيجعلون يعني كتير فيه مقاربة مثلا بين الحكمة والجبن وبين الشجاعة والطيش مثلا فهذا بالسجن هلأ في مرحلة متقدمة وقت اللي بصير عندك بقى بصير تعذيب عالم قائم ما بيخف أبدا لكن بصير فسحة في النفس والدماغ أنك تقيس الأمور بقى وتهدى كنا نرسي للمتزوجين لأنه عنده هموم عنده همم هم بناته وأولاده منين بدي يأكله منين بدي يشربه وإيش صار فيه مين اعتقل منه مين مات أما أنا فرد ما عندي هم أكله أبدا أبدا يعني أنا ابن عائلة هي بتأكل همي مش أنا بأكل همه بعمري مثلا في السجن ما أكلت هم أنه والدي ياتور هالشهر بيأمل راتي ولا ماب هذا مش من اهتماماتي ولا اختصاصي بينما لو كنت أنا أب بدأ أفكر بأطفالي بدأ أقول اليوم مثلا بنتي فلانة صار عمرتها 16 سنة نخطبت اتزوجت درست يعني هذا موضوع مقلق غير التكاليف اللي راح يدفعوها بعدين بعد ما يطلعوا من السجن وكنا نحن نحسب حساب هذا يعني في صيدناك كان فيه فرصة كبيرة لتخيل ما سيعانيه الزوج بعد ما يرجع لعائلته طيب أبو سلام خلينا نحكي عن ما بعد السجن بعد ما يطلع المعتقل وانت طلعت على الدرج وحفلت أهلك ماذا يحصل بعد هذا في كل الزمن الممتد ما بعد لحظة السجن تسميت ذكرياتك ناجن من المقصلة شو اللي بينجو من الإنسان شو اللي بضلهنيك الحقيقة يمكن تكون هاي إحدى يعني أهم ركائز الكتاب اللي أنا سميته ابتداء الشخص الثاني والحقيقة أنه هذا العنوان مختبس من قصيدة نازك الملائك الشخص الثاني اللي غاب سنتين وعاد لكن الذي يذهب لم يعود الذي عاد هو إنسان آخر بتكوين آخر فما بارك أنت ب13 سنة مثلا وخاصة في الشباب اللي دخلوا المعتقل وهم أحداث الأسنان يعني الإنسان اللي غاب عمره 17 سنة وعمره أرجع بعد عمره 30 سنة 30 سنة هذا كائن مختلف كليا يعني أعيد تكوينه والأهل بشكل طبيعي ما في عنا تجربة نحن الحقيقة يعني أنا واحد من عشرات نطمح أن يكون هناك مدونة سلوك لأهالي الناجين من المعتقل مثل ما في مدونات سلوك اللي بيخرج من عملية استقصال معدة أو استقصال ساق أو شخص معاق أو شخص أصم في مدونات سلوك طبية بتقول هذا يعامل على النحو التالي أيضا المعتقلين المعتقلين لو يعني ضربنا صفحة عن كل التحولات اللي جرت امتداد الزمن هذا اللي طور هذا الإنسان كان بمرحلة أقرب إلى الطفولة خرج وهو رجل نظريا هو خرج رجل عمره 30 أو 35 لكن الحقيقة للأمانة هو خرج عمره يتجاوز 50 سنة بحكم كسافة التجارب والمعاناة اللي انسقل فيها واحترق فيها فروحه أو تكوينه الزهني يعني اكتهل في هذا السجن والأهل بشكل طبيعي بنتظهروا الشخص اللذي زهد ما في مخيال ما في آليات بعد هاي التجربة صار عند السوريين مثلا صار فيه مثلا إلمام عام غير موسق غير محدد ممكن ينشغل عليه بالدراما بالكتابة لكن صار فيه تجربة سابقا ما فيه تجربة وبالتالي والدي لما استقبلني في ساعة الخروج استقبل نفس ابنه اللي ودعه من 13 سنة وكل الأهالي الاختلاف في الشكل يعني حكيلي بتفصيل أكثر شو اللي بيصير يعني كيف هاي الكيمية خاصة أنه اليوم نحن هاي التجربة ليس فقط في سوريا يعني دعني أتحدث عن المقاربة فيه في الحدود الدنيا هذا أبسط الأنواع أصلا يعني مثلا والدي لما خرجت في الساعة الأولى همس بإذن والدتي قال الآن طاب الموت يعني خلاص كل ما يشتهي في الدنيا حصل الآن ابنه صاحر لكن بعد أسابيع بتفاجأ أنه هذا الشاب اللي خرج له تكوين خاص يعني تخمر في مخامر مختلفة عن حياته وبالتالي مثلا أنا أرائي اللي كنت أتداول مع أشقائي بحديث عفوي بدون قصد أي يعني تثبيت معنى أو شي أنه هذا البوطي مثلا من وجهة نظري كان هو أحد لعقي الأحزاء للنظام الأسد المصفوف الأكبر من عالم المشايخ مثلا كانوا في ركاب النظام يعني مطبلين إلو يعني حتى أنه البوطي يعني تقريبا بفترة مؤتمر مدريد أول مؤتمر السلام بين سوريا وإسرائيل خرج إلى التلفزيون ونحن سمعنا على الـ FM بالراديوهات فيه صيدنايا كان بتحدث عن حق الحاكم المسلم في قتل المعارضين الخارجين عليه وبعد ما أنهى حديثه التفتنا لبعضنا وقلنا خلاص يا شباب أن يعني أوان الخروج من السجن هاي البوطي قدم لحافظ الأسد صك براء بدماءنا اللي راحت وعب أهل الأهالي أنه اللي ما بيجي ابنه الحاكم العادل قتلوا لأنه خرج على السلطان وهكذا حصل فعلا فهذا كان يعني أحد أدوات النظام فأنت في نقاش عادي في هذه اللقاشات هاي أنا كنت بدون ما أنت به بهدم أصنام الأقداس طبع والدي أنه هذول الأشخاص أنت بتحكي عنهم أنا كل تكويني الديني مبني على أساسه أنه هذا في يوم الأيام صرخ في وجه قال لي أنت مين جاي مين اللي ما عاجبك بهالبلد ومين ما وعاجبك يعني كل شيء ما وعاجبك يعني شكلت له أزمة وهي صعدت الأزمة إلى أكتر من زروة في حياته يعني في السنة الأولى بينه وبينه هذا نمط العالي البساطة طيب مثلا في أصدقاء لنا أيها رجعوا لبيوتهم وكانوا هادئين جدا في العودة إلى مقعد الأب يعني في البداية بركوا على البساط مع أطفالهم هذول الناس كانوا متزوجين عندهم أول أطفال متزوجين عندهم أولاد وكانوا مدركين الحقيقة وهذا حصل يعني في مراجعاتنا داخل السجن مئات المرات أنه أنا عندما أعود إلى أهلي لن أعود مثلا كرجل متزوج لن أعود رب العائلة من أول يوم هذا صعب خلال هذا الوقت كالزوجتي اشتغلت الزوجة كانت تغيرت الأدوار وكانت هي الأم والأب لأربع عشر سنة مثلا فانزياحة عن الدور هذا مش عملية بسيطة هي أقصى من العملية الجراحية والبعض لن يتقبلها وهذا ما حصل فهذا الأب حاول أن يتسلل للعائلة يجلس على البساط بعدين يجلس على الأريكي بعدين يلعب معهم وبعد سنة وجد نفسه لم يقطع سنتيمتر واحد في الاقتراب من الموقع اللي لازم يرجع له هو أب الأولاد يعني هو زوج السيدة في البيت فجرت حادثة بسيطة قدت أنه كان الخيار واضح قالت له هذا البيت أنا فيه الأم والأب من خمسة عشر سنة والحقيقة هي محقة كمان يعني هي ضحية مثله تماما فأما بتتكيف مع هالوضع وأما بتنصرف فانصرف وانشقت العائلة أو يعني خرج من هالعائلة لم تعود عائلته مرة أخرى وهذا حصل مع كثيرين بأشكال مختلفة يعني حالات الطلاق التي أعقبت خروج المعتقليين المتزوجين كثيرة لكن هذا لا ينشر ولا يحكى وقل نذرم مع أنه ملف مهم ملف مهم يعني كل الناس تتخيل أنه السجين خرج من السجن الأهل صار عندهم عرص من الفرح واستمر نعم استمر أحيانا لأسبوعين أحيانا لشهر أحيانا لست أشهر لكن في حالات كثيرة إما انكسر الرجل وقبل لأنه كمان يعني أمام مجتمعك خاصة في المجتمعات واللي هي النسبة الأكبر في سوريا الأقرب للبنية الريفية وهذا بالمعنى الإيجابي يعني البنية الريفية اللي فيها الإنسان صاحب قيمة اللي فيها المحيط العائلي الكبير له تأثير وله رأي في حياة الناس ما رح يقبل أنه هين الإنسان انتظرتك 13 أو 14 سنة وطلعت بعد 6 شهر استبدلت بامرأة أخرى قد ما كانت مبرراتك مبرراتها منطقية هذا يعتبر نوع من الكفر يعني يعني أنت يناكر للمعروف والتحمل وهي المرأة الحقيقة يعني صبرها ورعايتها للبيت لكن كمان هذا التشوه اللي أصاب الإسنين معا يعني ما في بالأخير حكم عادل بهذه المسألة هم العائلة كلها ضحية بالأخير نعم المجتمع كله ضحية ضبط بس أنت من مراقبتك لمصائر يعني من عرفت في السجن ومن شاهدتهم بعد السجن شو مدى قدرة الإنسان على على أن يتكيف ويعود ويستمر ويستمتع بالحياة ويعمل ويؤسس عائلة إلى أي درجة يبقى أنت تحدثت عن الذاكرة السجنية الإنسان بظل جزئيا هنيك نعم وأيضا الآخرين يستقبلونه باعتباره شخص غريب جاء ليعود إلى موقع لم يألفوه بعد نعم شو نسبة النجاح شو نسبة الفجل شو العوامل يعني في الدرجة الأولى الحقيقة الموضوع عائد إلى الطبيعة الشخصية لكل إنسان مثل المعادن تماما يعني هناك معادن تحتمل مثلا طون من الوزن 20 كيلو مثلا والناس هيك الحقيقة بشكل طبيعي بتكوينه وهذا التباين هذا هائل بين الناس الناس الحياة اللي صخب الاجتماعي جزء من تكوينهم الفطري والناس اللي تكوينهم أقرب إلى الانزواء والتوحد وبيناتهم هالدرجات الكبيرة جدا جدا هلأ الحقيقة النسبة من أقبلوا على الحياة ونجحوا هي النسبة العزمة يعني هي النسبة التي ترى بالعين المجردة بدون تدقيق هلأ من هاي النسبة العزمة نسبة كبيرة ومعتبرة كانوا مش ناجحين كانوا متفوقين جدا يعني بزوا أقرانهم اللي ما دخلوا السجن أخوتهم مثلا أو أصدقاء اللي كانوا معهم بالمدرسة تقدموا عليهم بأشواط خلال سنة أو سنتين هلأ في جزء من هذا الموضوع له علاقة بحجم الحماس للحياة اللي راحت والرغبة العميقة في تعويضها وفي جزء الناس اللي خارج السجن خاصة للتيار الإسلامي بالدرجة الأولى يعني حتى للتيارات الأخرى كمان يعني الناس تنظر لهم بتقدير عالي إنه هدول أصحاب مبادئ وأصحاب قيام وجابه السلطة يعني هذا مش عمل بسيط فتقدير الناس إلهم وأحيانا التقدير العالي وأحيانا الرغبة في إنه يمدوا لهم يد المساعدة ساعد الكثيرين إنه يبدأوا وحماسهم العالي ورغبتهم بالتعويض ساعدهم إنه يتفوقوا وينجحوا خاصة اللي خرجوا بالسجن لسا ما كانوا من غمسين في يعني ممارسات المدينة اللي بتفتت الإنسان وبتشيئوا وبتوزعوا بين التفاهات والشياء فكان تركيزهم يعني على العمل والنجاح فقسم كبير منهم هلأ قسم قليل جدا جدا اللي هو أخذ يعني منحة منحة الإنسان اللي بس بده يعيش يأمن خبز ولاده يعيش هذا يعني جدا قليل هذا القسم يعني باعتقادي لا يصل إلى عشرة بالمئة من من عرفهم وعم من من عرفهم كسر يعني نعم طيب من تجربتك الشخصية حاب نسلط الضوء على سؤال التحولات ومرة تانية بحكم إنك إضافة لمعايشتك الشخصية ومعرفتك الشخصية في هاي القراءة الوازحة لأنك تعرف إنه في فرضية دائما إنه السجن يدفع الناس نحو مزيد من الراديكالية نحو مزيد من من التصلب والصلابة نعم إلى أي درجة هذا الشيء صحيح في تجربتك يعني نحن في مصر السادات قالوا طلع جماعة شكري مصطفى على إثر سجون عبد الناصر واليوم في حالة السجن أصبح مفردة أساسية في الحياة السياسية العربية فنحن عم نحكي عن ظاهرة عن ظاهرة ممكن من خلال نشوف المستقبل ماذا سيحصل مع أجيال السجناء الذين سيخرجوا من المعتقلات في السنوات القادمة أنت بتجربتك كيف تشوف عملية الأفكار والنقاش الفكري إلى أين يأخذ في كل النقاشات الغنية اللي خطوها داخل السجن يعني دعني أتكلم عن النقطتين ذكرني بالتانية إذا نسيتها التانية لها علاقة بطبيعة سجن صيدنايا وحواراته الأولى الحقيقة أنه هذا الكلام اللي حكينا عن جماعة شكري مصطفى وسجون عبد الناصر والسادات هذا في مستوى معين من القمع والتعزيب والهو الحقيقة بعد ما عايشنا تجربتنا مع نظام الأسد يعني هو لا يرتقي إلى مستوى العب الأطفال ما جرى في سجون عبد الناصر والسادات لا يصل إلى مستوى العب الأطفال دون ذلك فهذا النمط النمط المصري اللي حكينا عنه بيخلق هاي الحالة بيخلق حالة رد الفعل تمركز وتفاعل الكراهية تجاه هذا النظام الظالم كذا اللي حصل في نظام الأسد وهذا باعتقادي أنه هو أفاد من التجربة الروسية بشكل هائل أين أنه في مزيد من التحطيم والقسوة على الإنسان تصل إلى درجة أنك تسحق قدرته على رد الفعل حتى ذهنيا ويصبح بالأخير كما يرتضي العبد العبودية وهذا الحقيقة مدروس كثيرا في علم النفس يعني أنه حتى في المنظمات المافيات والكذا في مزيد من الخوف والتهديد والقتل والتعذيب بنسحق الإنسان وما بعود عنده قدرة حتى يمارس كراهية تجاه ظالمه وحافظ أسد هيك عمل في المجتمع السوري كلا في سجن تدمر كان النرط مكسفا حجم التعذيب والقهر اللي مورس في تدمر قتل أي إمكانية لرد الفعل حتى لما خرجت أنا كنت أحكي لصديقي نهاد سيريس كنت أتبنى نظرية اسمها النظرية النابضية وأحمد الله أنها طلعت خاطئة بالأخير أنه أنت لو جبت نابض وطبقت عليه وزن معين في زمن طويل بترهل أما لو طبقت عليه وزن عالي جدا مثلا وزن خمسة طول مثلا بتحول لصفيحة وبفقد خاصيته اللي هي مختصرة برد الفعل النابض برد فعل فقط فيتحول لصفيحة وكان رأيي أن المجتمع السوري وصل إلى مستوى التصفح هو لا يملك أي قدرة على رد الفعل تجاه عسى في النظام لكن ظهرت الثورة لكن الحقيقة الحمد لله أنه الثورة أتت وأظهرت أنه هذا الشعب مثل بزرة القمح ما أن يتشمم رائحة الماء حتى ينتج وينبت لكن المستوى النفسي الفردي صحيح هذا نظرية لا نظرية النابض أبدا ما صحيح بدليل أنه المئات مننا نحن المعتقلين المئات عند الصرخة الأولى كان يعني لابس كل عتاده وزج بأولاده يعني أنا إلي عشرات الأصدقاء فقدوا أولادهم بالثورة يا الله أها وهن ما وفهم رغم أنه يعرف التكلفة يعرف تماما لكن الحلم بالحرية أعلى بكثير أعلى من المنطق يعني إحنا لو جلسنا على الطاولة ودرسنا قواعد المنطق في الحراك السوري سندرك بدون أي يعني التباس أنه هذا لن يفضي إلا للدمار هذا النظام مدعوم دوليا بشكل فظيح يعني سيمك من كل اللي يقال في الإعلام هذا رغاء ليس له أي معنى الوقاعة تؤكد أنه هذا النظام لم يترنح كل أعمدة الدعم يعني تقف في ظهره وهذا ما كان سر الحقيقة يعني لو بركنا مثلا بسنة 2011 أو 2010 ودرسنا على الطاولة وهذا كان رأيي أنا لما سألني شقيقي قال لي بعد السورة يعني الحراك في تونس نعم أسقط زين العابدين قال لي بسوريا قلت له ولا بخمسين سنة هيك كان رأيي بكل بساطة لكن مع ذلك لما بدأت الاحتجاج لكن لما بدأت الحلم أقوى أقوى من المنطق لذلك كلياتنا بكليتنا يعني بدون قدنا تردد كنا قلبا وقالبا مع اتجاه السورة نعم حتى بالمعنى الأخلاقي ما كان عنا قدرة ولا للحظة أن نفكر أنه أن يمشي أو أن يمضي يعني موكب السورة للأمام ونكون متأخرين اليوم كيف تنظر للأمور وفي نظرية النابض يعني بين بدايات تدمر وبين حالة 80 حوالي 40 سنة أو 30 سنة لبداية نظرية النابض الآن أشد سقوطا يعني الحقيقة أنه ما دعا إلى السورة السورية تضاعف 10 مرات الآن ولا يمكن إدخال هذا المارض إلى القمقم بأي حال من الأحوال يمكن أن تبقى الوضع في سوريا مضطرب 20 سنة لكن لا يمكن أن تعود سوريا الخلومة مرة أخرى أبدا ما كنا نملكه في النفوس على الأقل عند قيام السورة بال2011 نملك الآن مئة ضعفه ضعف دافع الدافع والحماس نعم لكن من يقيم بالخيبات يعني بالخيبات الداخلية والخارجية يعني يعني نستطيع أن نفهم يعني حافظ الأسد أخصى المجتمع السوري من إمكانية وجود معارضة وكذا لذلك الحقيقة نحن لا نملك الآن كتلة معارضة عنا مؤسسات هشة وفارغة ومليئة بالفساد ومتعفنة وليس لها من حل يعني أنا اليوم كنت بكتب في هذا الموضوع وتفاجأت أنه ما قدر القلم يبحثني عن صغرة أنه كيان من كيانات السورة يمكن أن يرمم ويعاد إصلاحه أبدا صفر الاحتمال وأنه شو كيان آخر في منتهى المشقة الآن لكن برجع بقول أنه الحالة العامة الناس يعني فيه نبتة كانت ميتة والآن تنمو في ضمائر الناس كل الناس بدها تغيير بأي شكل جوز الناس ما عنده أدوات الآن لكن مبررات الانفجار اللي حصل في سوريا الآن تضاعف عدة ممرات لذلك لا يمكن العودة إلى الوراء الله كبير وبالسلام الله كبير سعيد جدا باللقاء شكرا لك تسلام الله أعطيك لا فيه أهلا